لكن نحن مشكلتنا شهي أننا نسينا الله فأنسانا أنفسنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فكروا معي بمعنى هذه الآية ألم ننسى نفوسنا؟ هذا الواحد مننا ماذا يصنع من حينما يصبح صباحا إلى أن يمسي نعم يقف بالصلاة قد يقف في الصلاة وعقله نصفه في الصلاة والنصف خارجا عنها ينضي حياته في لقاء الناس إذا لم يجد شيئا يعمله واحد رأي عن طبيب الأسنان وعليه أن ينتظر ربع الساعة تثقل عليه ربع الساعة يثقل عليه الزمان ليش؟ لأننا لا نستطيع أن نخلو بأنفسنا والله عجيب نفسي أنا عدو لي أريد عمري هل رأس مالي أقطعه بأي شيء واحد يقول لك بإيش بدي قطع الوقت يسأل الشباب بماذا نمضي فراغنا ولك يا عمي فراغكم هذا وفراغي هذا ووقتي ووقتكم هذا رأس المال هذا هو العمر فهل نسعى لأن نقطع أعمارنا نقطع أوقاتنا بقراءة رواية سخيفة بمشاهدة فيلم تافه بحديث أو اجتماع لا منفعة منه في دنيا ولا آخرة أي شيء بس لا تتركني أنا ونفسي واجه الزمان الذي هو العمر إذن أنا نسيت نفسي هذه عقوب من الله نسينا ربنا فأنسانا أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر